لو عدنا إلى بدايات الأزمة السورية لنجد بأن أمريكا لها هدف استراتيجي وروسيا لها هدف استراتيجي وتوجد علاقة استراتيجية عدائية ما بين روسيا وأمريكا وقد لاحظنا سابقا في ثمانيات القرن الماضي ما حصل في أفغانستان عندما احتلت روسيا أفغانستان فبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الجماعات الإسلامية ضد الاحتلال الروسي أنزاك فأيام الاتحاد السوفيتي كانت الاستراتيجية الأمريكية هو الهدف منها هزيمة اتحاد السوفيتي خالج أراضيها وفعلا نجحت أنزاك وعمدت إلى إطالة الأزمة في أفغانستان لمدة أكثر من ثماني سنوات فلحقت الهزيمة بالاتحاد السوفيتي في أراضي الأغانستان تكررت هذه المسألة في سوريا أيضا الوزير خارجية أمريكا سابقا جون كيري كان يحس روسيا بالتدخل العسكري في سوريا جرها إلى عرب أزمة سوريا ووضع مقدمات لها بأن الأزمة لا تحل في سوريا إلا بالتدخل العسكري الروسي في سوريا والقضاء على هذه السورة والأزمة وما شابه ذلك فأخطأت روسيا كما أخطأت سابقا في أفغانستان فأمريكا جرتها إلى الأزمة السورية فوجدت روسيا بأن الأزمة لم تنتهي لا في ثلاثة أشهر ولا في أربعة أشهر إلا أن قالت تدخل العسكري الروسي أكثر من أربع سنوات الإخفاءات الروسية حتى الروس يعلمون بها في سوريا ولكنهم يتظاهرون دائما بالانتصارات مما لجأت إلى تركيا فهذه السياسة الاستراتيجية الأمريكية فلجأت سوريا روسيا إلى تركيا وهيئت لها الظروف بمقايضات في شمال سوريا سواء في إدلب عفوا في الباب جرابلوس عفريد إدلب ووقعت روسيا في مأزقن كما وقعت في سوريا كما وقعت في أفغانستان سابقا السياسة الاستراتيجية الأمريكية التي تسير فيها في سوريا تريد أن تحقق ثلاثة أهداف أولا هزيمة روسيا أمام شعبها الروسي في الداخل ثانيا هزيمة روسيا أمام الشعب السوري بشكل خاص والشعب العربي والإسلامي ثانيا وثالثا لظهور للغرب ولأمريكا بأن روسيا هزيمت في سوريا بجراء استخدام استراتيجية الأمريكية وكما حصل في إدلب إدلب أصبحت الآن مصيدة للاستراتيجية الأمريكية نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها تغضب روسيا ولكن لا تعطيها المجال أيضا بالقضاء كما يسمونه على الإرهاب في إدلب الذي يؤكد هذا المجال الاستراتيجية الأمريكية التي لم تطبقها في جنوب السوري لم تطبقها في جنوب السوري لسببه السبب الأول إرضاء لمصالح إسرائيل في الجنوب السبب الثاني لعدم وجود ضغط على المملكة الأردنية الهاشمية فنقلت ساعة الاستراتيجية وبذلك نرى بأن في إدلب هناك كاية عمليات محدودة وبعلم الأمريكية ولكن لو نظرنا إلى عمق الاستراتيجية الأمريكية فمن حيث النتيجة تعمل على سياسة بحيث لا تستطيع روسيا لوحدها القضاء على الإرهاب في شمال السوري تستخدم سياسة إلى أن تصل روسيا إلى مرحلة تستندج بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الاستراتيجية الأمريكية لا تسمح لروسيا بأن تلجأ إلى مساعدة الأحتراك أو إلى الإيرانيين أو إلى الفرنسيين أو أي دولة كانت استراتيجيات الأمريكية هي التي تتبعها هي من حيث النتيجة أن تلجأ روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تحقق مصالحها الاستراتيجية من جهة وتحقق مصالح دولة إسرائيل من جهة ثانية لأن روسيا أخذت ما تريد من سوريا من حيث قاعد تحميمين وتوسيعها والامتيازات التي حصلت فيها في المياه الدافئة وكانت أمريكا لا تعرض هذا الشيء بالمرة أما بما يخص أستانا والدول الضامنة الثلاث لاتفاقيات أستانا روسيا، إيران، تركيا تتقيات أستانا والدول الثلاث كانت تنص فيما بينهم بأن تركيا تلتزم بسحب جميع القوى الإرهابية في إدلب على هذا الموضوع أن ينتهي قبل بداية عام 2016 ولكن السياسات الاستراتيجية الدولية ولعبة المصالح الدولية بين الدول الضامنة الثلاث حصلت خلافات ظاهرية إلى أن وصلت إلى حد ظاهر للعيال بين الدول الضامنة الثلاث خلاف روسي-إيراني خلاف إيراني-تركي وخلافات تركية-روسية فنجد من خلال الاجتماعات حتى جرت معزل عن الدول الثلاث فحصلت عدة اجتماعات منفردة ما بين بوتين وبين أردوغان بعيدا عن الطرف الضامن الثالث هذه الاتفاقيات أحجيت نظري بأنها لم يبقى لها أي أسر السياسات فشلت لم تستطيع أن تحقق أهدافها كونها كانت محصورة بين سلاسة دول الدور التركي نجد الآن فهي غير قادرة على سحب القوى الإرهابية من إدلب انقلب السحر على السحر تركيا الآن لم تحرك ساكنا في إدلب من جراء هذا الحرب من قوات النظام الدولة السورية والروسية لعدة أسباب أصبحت عليها أعباء سقيلة وكثيرة تركيا الآن أصبحت تهتم بالأمور الداخلية وداخل تركيا وفق نؤية حزب العدالة والتنمية أكثر من الخارج فنجد بأن جعلت روسيا تضغط على إيران للخروج من سوريا ووقعت تركيا أيضا في خلافات ظاهرية وبطنية سواء مع أمريكا أو سواء مع روسيا فتركيا أيضا محتارة لأمرها حيرة من أمريكا سواء بسنفس صفقة سواريخ الأس الأربعمية أو صفقة الطائرات الأمريكية التي علقت على التنفيذها في هذا الوقت بنظري الموضوع يحتاج إلى حوار سوريا سوريا بناء وإلى رؤية مشتركة لوجود لبناء أرضية حل سياسي سلمي وطني شامل يضم كل مكونات السورية بغض النظر عن العرق أو الدين ومشاركة شمال وشرق سوريا والإدارة الزاتية في الحوارات السورية بناء والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا هذا هو الحل